أهلا بكم من جديد في أبرز التطورات الرياضية وجاء المنتخب الوطني لتاكواندو بثلاث ميداليات من بينها ذهبيتين وفضية في ختام مشاركته بالنسخة الرابعة والعشرين من بطولة آسيا التي احتضرتها العاصمة اللبنانية بيروت وعجاءت الميداليتين الذهبيتين من خلال اللعبتين أو اللعبان جوليانا الصادق لوزن تحت 67 كيلو جراما وصالح الشربات لوزن تحت 80 كيلو جراما فيما حقق اللعب زيد الحلواني الميدالية الفضية لوزن تحت 63 كيلو جراما وبهذه الميداليات يكون المنتخب الوطني قد أنهى مشاركته في بطولة آسيا برصيد أربع ميداليات حيث كان اللعب زيد مصطفى قد توج يوم أمس بالميدالية البرونزية حقق المتصابق شاكر جويحان لقب سباق السرعة الجولة الأولى لبطولة الأردن لسباقات السرعة لعام 2021 الذي يقيم اليوم على حلبة نادي السيارات الملكية وحل المتصابق يزن قطان في المركز الثاني فيما جاء المتصابق غيث وريكات في المركز الثالث في الترتيب العام للسباقة وأحرز المتصابق جويحان أيضا المركز الأول للدفع الربعية فيما حل المتصابق سالم طعيم في المركز الأول للدفع الخلفية في حين أحرز المتصابق الفلسطيني جورج سعادة المركز الأول للدفع الأمامية وشهد السباق الذي نظمته الأردنية لرياضة السيارات غياب للحضور الجماهيري التزاما بالبروتوكول الصحي المتبع وفق تعليمات وزارة الصحة الحمد لله أسبوع الماضي طبعا زي ما تفضلت اعملنا سباق الدريفت الأول هذا الأسبوع سباق السرعة الأول يعني احنا حاولنا قد ما منقدر أنه يكون بدون جمهور طبعا الجمهور اللي انتو بتشوفوه حاليا هو فرق الصيانة والشباب اللي بيكونوا متسابقين احنا اليوم بحلبة نادي السيارات واليوم أول سبق بالسيزن احنا اليوم بعد تقريبا قطاع سبعة الشهر من التحضير والعمل على السيارة وضبطها ان شاء الله اليوم لسه ما نزلت الجولة الأولى ان شاء الله اليوم إننا منقدر نحقق النتيجة المطلوبة ونحافظ على اللقب اللي هو بالعام الماضي أنا أحرزته يحتضن ملعب وامبلي الليلة مباراة ديربي بريطانيا التي ستجمع منتخبي إنجلترا واسكتلندا ضمن منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأوروبية 2021 ويسعى المنتخب الإنجليزي لتحقيق فوزه الثاني على التوالي من أجل حسم تأهله رسميا إلى الدور ثمن النهائي من بطولة اليورو فيما يطمح منتخب اسكتلندا إلى تعويض خسرته التي تعرض لها أمام تشيك وتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة من أجل الإبقاء على حضوضه في الوصول إلى الدور المقبلة أيشة إلى دور المقبلة دور الملaczego؟ قمي بشرته